السلام عليكم متتبعين العزاز نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله قدي نشارك معكم هالكيكا ديالة المول العجيب كريم باتيسية كيف كتشوفو هنا يا بسم الله على باركة الله عندي هنا يا قبصة ديال المرحة كيف كتشوفو راني درتها مع واحد معلقة ديال الماء زيت عليها واحد ثلاثة البيضات البيض كيف تكون ديال ما بحرارة المطبخ لانا جبتهم باللي صراحة من تلاجة وخليتنا بقل بوطاجي تلصباح باش غادي نخدمها باش كي ما كيكونوش مجمدين ميز يكون في تلاجة كيكون بارد كيكون داك البيض كيكون شوية مجمد وحتى الكيكا ما كتطلعش مليك تكون تبغي تخدم بيها الكيكا ما كتطلعش ليك مزيان لهذا دائما البيض ملي تبغي تخدمي بي تحطيها هاد على بره وهنا يا عندي واحد كس ديال اليوغورت طبيعي جو متقدروا تخدموا باني تقدروا تديروا هكا نيش طبيعي مو يمعلي حسب لك شيء متوفر انا هاد المتوفر عندي وهذا طبيعي كطلع بي هالكيكا زوينة كطلع مفاش فشا صراحة الله وحتى ديك الزفورية ديت اللبيض ما كتكون شو مليك تديري مع هاد يوغورت طبيعي هنا يبعد ما خدمت يوغورت مع البيض كيف كتشوفو لاني انقصت منو باش ما يدك صدع ديال الفوي باش ما ييديرش وهنا يدرت واحد صاشية ديال فاني وغادي ندير واحد ثلاثة المحلق ديال ساني ده ثم تقدروا تديروا كاس ديال ساني ده انا هنه يدر ثلاثة المحلق مع مرينش ديال ساني ده اه بالنسبة الحلاوه هنه يكتبقى اختيارية كل واحد باشي بالضروري انك تديري كاس غير هاده اهر هاد ثلاثة المحلق راه هما كافيين ووافين وكاس ديال الزيت بالعبار ديال لك اليوغورت هو باش كان عبرنيت الزيت حتى ايايا تبا غادي نخدم كل شي مزيان كيف قل الساني ده والباني والزيت غادي نحاول نخدمهم مزيان بعد الفوي نطربهم شوية بعدما طربتهم كيف كاتشوفو هنا غادي نزيد واحد كاس ديال الضقيق ومعاجج خمارات ديال حلوه ثلاثة البيضات كيف قلت لكم الى رات ولعبار ديال البيض في بحراءات المطبخ غادي نفس العبار ديال البيض هو نفس العبار ديال دقيق يلي زيته ثلاثة البيضات را غا gentديرو ثلاثة الكيسان ديال دقيق زيته جي고요 نايتم جيش كيسان ديال دقيق كيف قلت لكم هما باش كنعبار لحسب كيف قلت لكم إلا درت البيض درت جوج بيضات رغان دير جوج كيسان ديال يوغورت ديال الدقيق هنا يا درت كاس ديال يوغورت غضي نزيت علي ديال جوج خمارات لان ضروري ما كان ديرو الخمارة فص دقيق باش كتجي دايرة باش ما جيش محببا لي في في الخالات كان خوي كاس اللول كان خوي فوق منو داك الخمارات كي نخوي عليه كاس تاني عد كنخدمهم عد الكاس تان تقم قلت لزيدوها تدريجيا ان تكي ندخلو مزيان في العاجين وكي بكي تعرفوا العاجين دايما باش ما كاتخدموها يستحسن انك اللي كتو كتدور على الجيه اللي كتدور علها تقديم يعني مش الدور غكو ترجع تاني الدور غكو كتي كتا دور على اليصار صفي بقى الدور على نسل كتدور علا ليمن وبقى الدور على ليمن تاكد خدمها مزيان هذا وصير ديال الكيكا بزعب ديال البناس كي وحلوف الكيكا بحلها الكاية و انا هنا كيف كتشوفو را كتب عليكم متاقلة انا را ها ديال طريقة ديالي باش نخدم الكيكا ها ديال طريقة بحلها تعطيها بالخاطر يعني بشوية عليها هنا بعد ما دخلت في هذيك الجوج كيسان ديال طقا قاد نبقى نزيدها بقى ستلت تدريجيا انتوا مليكا نهزل العجينة كتب علي بقى خاصها دقيق لحقا تش مليكا تكون العجينة شوية خفيفة را هتا كتدخول الفرن وكتب عليك من فوقها ومقادة وكل شي مليكا تخرجها من الفرن كتحطيها كتبدتها بطبوحدة تا كتلصق را هدا اول مشكي اللي كيكون واقع لها من دقيق باش مما كتدير الدقيق مقادة معاها كتجلكي كيها ديك مفاشفشها مقادة قدرتها عبتاني كتير كتجي مدقصة قدرتها قليل كتبط وتلصق هنا في كي المشكل الدقيق هو اللي كيكون المشكل ديالها اللي كتلقيها ديما وحلف الكيكا كتعف بنا المشكل ديالها هو الدقيق كيف قلت لكم انا كندير ذاك الكاس شوية وكنحاول ان انا كنهز العجينة ديالي كيف كتشوفو ديما العجينة مليكا تهزها وقديرها على شكل الهل ثمانية في فوص العجينة كديرها كايوت تدي الخطو تجيبو كتعرف بنا العجينة متمسكة ومقدم مع بعضياتها يعني ما بقاتش ما بقاتش ما دايش ليها الدقيق كتر من القياس وما خاصهاش الدقيق كيف كتشوفوها ايا ايا بحالك ايا ضروري من هاد العملية انا هاد العملية منهار عقلت على راسي منهار كتكن دي الكيكا ديالي طريقة ديالي باش كانت تأكد بنا را الكيكا ديالي سافيش بعض الدقيق وهنا ايا بعد ما جبت المول انا عندي هاد المول كبير دينت ومطابعة الحال داور شاتو بتقاق كيف كتشوفو دائما وكنحاول نهزي ديال فوق وكنخوي هنا في الوسط الوسط باش غيعتني توازن ديال الجنب كاملين هو فين كنخويه وكنبقى الخوي شوية بشوية تكنساليها كاملة وكنحاول انا ننحرك المول ديالي باش تجيم توازنة كاملة ومتقدة فيه صافي وبالنسبة الفران البنت انا عندي الفران ديال البوطة ما كنجيش وكنحاط الكيكا ديالي من هلا الطاوة ديال الفران كتكون عندي واحد شوية شوية ديال عندي شوية بالحق عندي ديال الفران ديال البوطة صغيرة كنحطها مكنش ديال شوية عادية كتحطيها هي اللولة وتحطي فوق منها هذا وتحطي فوق منها الكيكا دياليك في الفران وهنايا بعد ما طابت الكيكا دياليك كيف كتشوفو راي تبارك الله راجت من فوقها من ديك شرفة هنايا فالكاسرونه غادي نديرو الكريم باتيسير الخالط اللي غادي باش غادي نعمروها هنايا قدرت الحليب هنا انا راه قدرت تقريبا ايدرو ديال الحليب لانا قدرت هادعو وتدرت لانا عندي كيف كتلكم عندي المول كبير ايدرو ديال الحليب معا جوج معالق ديال كريم باتيسير معا جوج ديال جوج فاني وبالنسبة للساني دا مصيت ما ذكرتها الشعر تاني ساني دا كيف دي ما تقولك رك تكون خطيارية على حسب كل واحد تاني لانا هنا يادر صغير معالقة هون الساني دا ثم تقدرو تديرو تاني ثلاثات المعلق ديالساني دا باش يلا كتجي الحلاوه متقدم مع الحلاوه ديال الكيكا انا شوية حاولت انا للكيكا هادا الكريم يجي شوية نقص في الحلاوه لانا لانا الحلاوه ديال الكيكا هتكون شوية طالع لانا ثلاثات المعلق دبارك الله رمشي ساعلين كيف كتشوفو هنا ايا بعد ما تجمد الخالط ديالي قديتو كل شي غادي نجي غادي نخوي هنا ما تخافوش انا الكيكا باش شربو الكيكا لانا الخالط اللي عقد شوية فوق البوطة غير غا تجي بي غا تخوف الكيكا غا يبقى دير في غا يبقى زي ما شدت ما تماسك يعني ما غاديش نحتاج اناني نتشربو لي كيكا ولا ولا نحتاج اناني نسقيها ولا تشي حاجة عندما تبارك الله شوفوا الصمك ديال كيكا كيجا ما زال ما قادراني غادي نكتبهم لكم صندق الوصف غادي نكتب لكم كل شي بتفاصيل صندق الوصف ان شاء الله اللي بغا تجربها و اللي بغا تديرها الكيكا صار حركة جزوينة وبنسبة العمارة هنا يرا تقدروا تديرها تاني تقدروا تديرها بشكلة تقدروا يعني هنا تاني تاي بقى اختلاف ديال كل واحد وبنسبة لتزين انا كانت توفر عندي غير ليمون هو اللي دارت تلفق منها هنا تاني كيبقى تزين اختياري كل واحد بغا تتخلى غيرها كوي كرا تخليها مشي مشكل نتمنى الكيك ديالي انها تنلقي عجاب ديالكم وتجربوها وطردوا علي افتاعي قدير من زينين كيف ديما لا تساونيش في الدعم ديالكم وفي البغطج مع احبابكم ولي قدرت انها تبغطجي تبغطجي اللي قدرت انها تدير شي كومان تغزوين بحالها تديرو مهم كيف قلت لكم هنا كان خاطبوا كل شي البنات ودراري انتمنى ان الاعجاب ديكم وخليتكم في امان الله